بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله سنكمل في مساق Psychiatric Mental Health Nursing شابتر 10 الذي بعنوان Personality Disorders Personality Disorders بمعنى اضطرابات الشخصية والشخصية هي التي يتكون أو هي المكون الأساسي للإنسان أو للشخص التي تكون هي الظاهرة أمام الجميع وما ينتج عنه من سلوكيات ومن طرق تعامل ومن ظاهرة ومن ظواهر للإنسان للمجتمع الخارجي المحيط به يعني بمعنى Personality Disorders بتكون هي عبارة عن مجموعة من السمات بتميز الشخص بتميز كيانه وبتجعله طبعا هذه السمات اللي بتميز فيها بتخليه بيختلف عن الآخرين بيختلف عن يعني الأشخاص بيختلفوا عن بعض من البعض يعني وأيضا البرسنالاتي أو الشخصية طبعا هي الظاهرة هي المكون الأساسي الظاهر للناس اللي حواليه وهذا المجتمع وأيضا طبعا هي عبارة عن اللي هو منسميها سمات أو سلوكيات بيهيفيرز أو يعني خصائص مميزة يتميز بها هذا الشخص اسوة عن غيره يعني مثلا لو قولنا فيه شخص بيكون مبسوط من نفسه بعض البرسنالات اللي هو بتكون فيه مشاكل فيه شخصيتهم بتلاقي أحيانا شخص مبسوط من نفسه يعني وبتلاقي هذا الشخص بيعتقد دائما انه دائما المشكلة بيش عنده أنا التصرف اللي بقوم فيه أنا التصرف اللي بقوم فيه التجنب أفوديشن أو يعني مثلا خنقول anti-social أو اللي حنتحدث عنهم كمان شوية هذي دائما هو بيعتقد انه المشكلة مش عنده المشكلة عند الآخرين ماشي عشان يعني مثلا لو قولنا فيه والله مدير مثلا عنده obsessive compulsive personality disorder وهذا الشخص انه يعني موسوس وبيهتم في نظافة بشكل كتير وما بيعتقد انه في عنده أي خلل معين بالعكس هو بده security اللي عنده أو الموظفين اللي عنده يكونوا مثله أيضا عشان عشان دائما هذا الشخص لا ينظر لنفس انه عنده مشكلة بل دائما مشاكل عند الآخرين personality can be defined as احنا ممكن نعرف على اساس انها موظفين أنه فيه مدة طويلة في هذا التصرف ودائم معا طوال الوقت يعني بيكون دائم معا طوال الوقت ممكن تكون على مدى السنين أو الأيام أو مدة طويلة بمعنى أنه هذا النمط المتعلق دائما بالذات والآخرين والبيئة طبعا بتكون يعني بتضمن اللي هو ايش فيه مواقف في حياته للإنسان وعواطف بتقوده لا اللي هو هذه السلوكيات وهذا التصرف هذه السلوكيات والخصائص هي عبارة عن مجموعة واسعة من المجموعة مواقف اللي بيقوم فيها هذا الشخص وهي أيضا لا تتغير لا تتغير بسهولة بالعكس بل أيضا هي تحتاج إلى وقت طويلة وإحنا بدنا نبدأ نعالجها عشان نغير هذه السلوكيات اللي بيقوم فيها هذا الشخص عادة يعني لا يكون الشخص له واعي بشخصيته أو شخصيتها يعني أنه هذا الشخص كل تصرفاته تيجي لا تكون شخص غير واعي على هذا التصرف وأيضا دائما بعتقد أنه تصرف بشكل طبيعي ما في أي مشكلة عنده الكثير من الأشخاص يتغير بشكل طبيعي ما في عوامل كثير من البيولوجيكال لها دور كبير أو التفاعل اللي هو بين البيئة وهذا الشخص تفاعل هذا الشخص مع البيئة والآخرين يعني المجتمع أو البيئة اللي هي محيطة فيه أو المجتمع اللي محيط فيه قوارات فيحصلة محيطة بشكل طبيعي وطبيعي وطبيعي الأشخاص بشكل طبيعي يعني نقول هانا يتم له تشخيص الطرابات الشخصية لما يكون وقت إحنا نقول الله يبدأ في عنده البيئة لما يكون فيه هناك قوارات فيكام إداءة العطبي فيه هناك الضعف فيه أداء الشخصية وطرق التواصل مع الآخرين والأشخاص أيضا وهذا الشخص غير قادر على التكيف مع حياته بشكل صحيح بعض الأسباب الأخرى مثل بمعنى أن هذه الأشخاص أو هؤلاء الأفراد بيعانوا من مشاكل في الهوية أو في شخصيتهم فعشان هيك دائما إيش بيصير عندهم بمعنى أنه هذا الأشخاص بيعتقد أنه في عنده نقص أو في مشاكل في هويته في شخصيته عشان هيك دائما إيش بيصير هو بيحاول يكتسب هذه القوة أو هذه المتعة اللي في الحياة دائما حتى لو كانت على حساب الآخرين ببعنى أن هذول الأشخاص بيفشلوا أو سلوكهم بيكون فاشل في الامتثال أو في التزامهم في المعايير الثقافية والاجتماعية والقانونية لهذا المجتمع اللي هم بيعيشوا فيه ويكون دائما دافعهم اللي هو نتيجة هذا سلوكم اللي بيعملوه دافعهم اللي هو إيش؟ اللي هو لإشباع الشخصية تعتهم العلاقة مع الآخرين بتكون إيش؟ فيها خلل هذه العلاقة مع الآخرين بتكون فيها خلل لأنه أغلبها بتكون بتميز إيش خداع أو الإكراح أو التخويف من قبل الفرد المصاب بإطراب فيها الشخصية يعني بمعنى إنه العلاقة مع الآخرين فيها خلل أنت بالشخص عادي بالعكس في عندك إشي مش طبيعي بتقوم فيه مع الآخرين عشان يك الآخرين بنفروا من هذا الشخص على الأغلب وأيضاً هالألاء الشخصيين أو هالألاء البرسولياتي ديس أوردار they are not capable of mutual intimated relationship بيش قادرين يقوموا في علاقات متبادلة ويقوموا يعني أو يكونوا أصدقاء ويكون لهم وسط حضوري في المجتمع اللي هما سكنيين أو يعيشين فيه زي إيش ممكن إحنا نلاقي ما الادابتاتيف or disfunctional personality traits بمعنى إيش إحنا ممكن نلاقي عند هؤلاء الشخصيات أو هؤلاء الاضطرابات الشخصية اللي عندهم إيش ممكن نلاقي علامات وإيش أو بعض الأعراض اللي هي فيها مشاكل أول حاج زي negative behaviors سلوكيات سلبية اللي هو زي ما قلنات اللي هو Dishonist or deceitful or lying بمعنى اللي هو عدم الأمانة أو الخداع أو إيش الكذب بتلاقيهم anger or hostility اللي هو دايما غطبانين ودايما عدائيين تجاه الآخرين اللي هو إيضا ممكن نلاقي irritable label mood حالة مزاجية إيش متعكرة بالإضافة إلى إنها إيش متقلبة lack of guilt or remorse emotionally cold and uncaring بمعنى إنه عدم الشعور بالذنب وهذي شيء خطير جداً لما يصد الشخص فيها عدم الشعور بالذنب لتيجة هذه التصرفات اللي هو إيش بقوم فيها impulsivity عدم المسؤولية irresponsibility أو impulsivity اللي هو الاندفاعية وسوء الحكم bourge management irresponsibility اللي هو عدم المسؤولية risk taking thrill seeking behavior سلوكيات اللي هو دايما بتلاقيها مخاطرة والبحث ببحث عن مواضيع اللي هو فيها تهور وفيها اللي هو مخاطرة كبيرة mistrust عدم الثيقة بالآخرين acceptation اللي بيستثيرهم inteliment اللي هو بياخد حقوقه غصباً عن الجميع dependency insecurity اللي هو عن عدم الأمن وأيضاً بتلاقي هذا الشخصية تاعته دايماً إيش فيها اللي هو إيكونتس فيها eccentric perception تصرفات أو تصورات غريبة الأطوار ودائماً بيقوموا فيه اللي هو تصرفات وسلوكيات بتكون غريبة وملاحظة راح نشرح إحنا اللي هو أنواع اللي هو personality disorder ورح تتوضح اللي هو بعض اللي هو هذه المصطلحات اللي إحنا قاعدين نحكي فيها أمامك بعد قليل طبعاً هذا اللي اتحدثنا عنهم يعني هذول اللي اتحدثنا عنهم بيكونوا السلوكيات هذه اللي ممكن يقوم فيها أي شخص بيكونوا في معايب معايب يعني من علامات بيكونوا من البرسانات الديساوردر طبعاً هي ما بدأتواجد في شخص واحد لا هي هذه بشكل عام ويعني أي شخصية بيكون فيها بعض هذه النقاط أي البرسانات الديساوردر حتى يصلوا الى سن الرشد 18 سنة حنيتها نقدر نقول احنا عنهم انه والله بدت معاها هذه الاطرابات فيها الشخصية لانه بعد سن 18 بيصل تتشكل الشخصية تتشكل الشخصية is more completely formed بمعنى بعد سن 18 بتشكل الشخصية اللي هو كاملة عنده وتبدأ المشاكل واضحة لجميع نقدر نقول عنه والله في عنده personality disorders ايضا some people with personality disorder believe their problem stem from other or the world in general معنى ان هؤلاء الاشخاص اللي بعانوا من الترابات الشخصية بؤمنوا او يؤمنوا ان مشاكلهم هذي اللي بتصير معهم تنبع من الاخرين او من البيئة المحيطة او من العالم بشكل عام يعني مش هما السبب وبعترفوش في سلوكياتهم اللي بيقوموا فيها انه هي مصدر ليش الصعوبة source of difficulty عشان هيك for this reason people with personality disorder are difficult to treat عشان هيك احنا ما بنقدر نعليجهم بشكل سريع وبشكل سهل ليش لانه ما اصلا هو يعني زي نقوله not inside او غير مستبصل انه والله انا السبب بالعكس يعني هما ايش السبب بحمل الاي مشاكل اخرين هما السبب بش انا on sit and clinical course personal disorder are relatively common occurring in 10-20% of general population وهيدي نسبة بش بسيطة incidence is even high for people in lower social economic group بمعنى انه هادو لاش خاص معدل اصابتهم اكثر في الفئات الاقل اجتماعيا واقتصاديا وليش السكان الغير مستقرين هادو بتلاقي داما عندهم مشاكل في البرس an incidences vs conscience of all psychiatric in patient 15 Take the dieagnosis of Scriptures احنا بعض اصبت بن تد겠بي انه بيصل النسب عليا اكتر من هيك انه اغلب المرضى المqu Disease او اغلب المرضى المشخصين في امراض نفسية ايش السبب الرئيسي بكون او او مراض اول الطراب صار معهم اللي هو بلسينة ديس اوضر بعدين اتطور لامراض نفسية ايش اخرى كلينت و بلسينة ديس اوضر لديهم ايش معدل وفيات اعلى خاصة برافق هذه ال بلسينة ديس اوضر اللي هو السوسايد الانتحار وايضا بتلاقي عندهم معدلات اكتر في اللي هو الانفصال انكريز ريت اوف سيباريشن ديبورس طلاق ويش انفولمنت ان ليجال بروسيسينج بروسيسينج اللي هو بمعنى انه عندهم مشاكل في القانونيات بشكل اكتير دايما بتلاقي عليهم قضايا سرقة قضايا احتيال قضايا اموال وهكذا انه اغلب الامراض نفسية بلسينة ديس اوضر بتلاقي عندهم مشاكل في القانونيات بشكل كتير بمعنى انه هؤلاء الاشخاص دائما بوصفوا انهم مقاومون للعلاج ليش لانهم دائما قلنا خصائص الشخصية والانماط السلوكية هي دائما بتلاقيهم متؤصلة فيهم وغير مقتنعين انه هي منهم اهلية ايش المشكلة وهذا يعني كانت مقدمة عن البرسينة ديس اوضر شنفهم ايش يعني ايش حنلاقي لقدام معنا في موضوع البرسينة ديس اوضر او ايش حنلاقي علامات وايش اعراض جاية معنا في هذه الشابتر الان سنتحدث عن موضوع الكلسيفاينج بلسينة ديس اوضر ديس اوضر قسم الامراضة او الاضطربات الشخصية الى ثلاث مجموعات جمع كل بعض الصفات اللي بترافق هذه الشخصيات في اللي هو كلاستر ايه كلاستر بي كلاستر سي وفي كل واحدة حيكون فيها اللي هو خلل معين في اللي هو البيهيفورز فعشان يكا احنا جمع انه اكثر ناس في عندهم اللي هو ايش الانماط مشاكل في الانماط السلوكية اول شغلة قلنا كلاستر ايه بمعنى ان السلوكيات حتكون في عندنا هنا مشكلة حتلاقي السلوكيات اللي بكون في هذا الشخص غريبة ايش او بسموها الغرابة او غريبة ايش الاطوار في عندنا بارانويد برسوليليت ديس اوردر طلبات الشخصية اللي هو العظمة او بتلاقيهم هدول اشخاص شككين بشكل كبير سكيزويد برسوليليت ديس اوردر طلبات الشخصية الفصامية هدو بتلاقيهم اغلبهم يعني من عزلين لحالهم سكيزوطايبل برسوليليت ديس اوردر هدول بتلاقي الاشخاص دولة ممكن تلاقي عندهم ايش تصرفات اللي هو الغرابة بنسميها الغرابة او غريبين يعني ممكن تلاقي واحد عنده والله هوايات غريبة اصلا زي واحد مثلا مرش منها بجمع اللي هو الخنافس في مرتبنات وبتلاقي في مرتبان للسراصير بتلاقي مربس الحفاء على السطح وبالبس المابس غريبة كلها تصرفات غريبة في حياتهم كلاستر بي بهيفيورز ديسكرايبت از دراماتيك اموشينال اور اراتيك بعنا انه هادي السلوكيات اللي بنلاقيها هنا ايش بتلاقيها اما يعني درامية عاطفية او اللي هو غير منتظمة بمعنى انه هنا العاطفة هي اللي ايش بتحكم في هادي ايش برسالة ديس اوردر او لهذه الاتراب وهذه ايضا موجودة اجموعة بيه كلاستر بيه تلاقيها ممكن لنقول عنا احنا مور كومون او موست كومون يعني موجود عنا بتلاقي في عندهم مشاعرهم دايما هذول اشخاص جامدة وهي اللي بتتحكم فيهم المشاعر ويعني مش التفكير تاحهم اللي بتحكم فيه شخصيته بتلاقي عاطف طويل التحكمات فيه زي الانتسوشيال ناس الكارين للمجتمع بوردر لاين الشخصية الحدية بسموها او النارسيستيك الشخصية النارسيسية او هسترينيك بسنة ديسوردر شخصية هستيرية هذي الشخصيات بتلاقي دائما العاطفة اللي بتتحكم فيهم وليس اللي هو ايش التفكير اللي بتحكم فيهم عكس اللي هو مجموعة بمعنى انه هذي السلوكيات اللي موصوفة في كلاستر سي اللي هو دائما ايش نوصفها في القلق والخوف وانهم دائما بفكروا زيادة عن اللزوم هنا التفكير هو اللي بسيطر عليهم اكتر من غيرهم لشخصية تجنوبية او ديبندنت برسينت ديسوردر اللي هي شخصية معالقة او اللي بيركتكز على الاخرين او بسيسف كومبالسف برسينت ديسوردر الشخصية الايش اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية بدنا نشرح كل واحد عنهم على السريع كيف بتم تشخيصهم وبعض المعلومات عنهم عشان توضح الصورة بشكل افضل بداية عن كلاستر ايه اول حاجة قلنا نقول انه البيهيفير ديسكرايبت از اود بمعنى انه السلوكيات الموصوفة بتكون غريبة اكستريم سيسبيشيانس الشك الشديد سوشيل وددرول الانسحاب الاجتماعي من البيئة اول حاجة فيها بارانويد برسينت ديسوردر بمعنى انه هنا بتتصف بتتصف هذي الاضطراب بين عدام بين عدام الثقة والشك في ايش الاخرين هؤلاء اشخاص بتلاقي دائما عندهم من عدام الثقة في الاخرين بيشكوا في الاخرين بنسوا او لا ينسوا خلنقول لا ينسوا الاحداث والمواقف اللي بمروا فيها ما بيثقوا في احد بيعتقد انه الامامه فقط جاي عشان يستغله وبدي ياخد الامواله بدي يسرقه بدي ياخد مجهوده وتعبه عشان هيك هو ما بيثق في احد وما بيعتمد ايش على احد نسميها البرانويد برسينت ديسوردر بتصيب في معدل اثنين الاربعة في المية من ايش عامة السكان دائما ميلاقيها مو اغلبها شيوعا عند الذكور عن ايش الاناث عشان هيك احنا دول الاشخاص او اذا الكلاينس يوز the defense mechanism of projection اللي هو ال defense mechanism اللي حكينا عنه سابقا احيان منه فيه البروجيكشن اللي هو ليش الاسقاط او اللوم الاخرين يعني بلوم الاشخاص الاخرين او المؤسسات او الحكومة على الاحداث الصعوبات اللي بيش بواجهها مثلا بتلاقي هذا الشخص حاصل على مخالفة اللي هو مرور ويش شعر او شعر او بدأ يتحدث انه هذي جزء من مؤامرة من قبل الشرطة عشان يطرده من البلد اللي هو عايش فيها وبصير يعيش في اوهام الانتقام او بصير يبتكر طبعا اللي هو خطط اللي هو للانتقام او خطط عنيفة عشان ينتقم من هذه هيش الحكومة فعشان يكنا دي منسميها ايش اللي برانويد برانويد برساناتي ديس اودرز عشان احنا نقول عنها برانويد داينوستي كريتيريا زي ما تحدثنا قبل هيك صادق عن داينوستي كريتيريا لازم يكون عندنا فيه عندنا ايش اربعة واكثر من السبعة الموجودين الان امامنا اللي اول واحد او اهم واحد ايضا اللي هو ساسبكت لازم ايش الحكومة الاشتباه او الشكك في الاخرين دون اساس اللي هو ايش كافي يعني فعليا يعني حكا لك معلومة صار يشك انه انت والله بدك تستغله او انه والله انت بدك تأذيه او تخدعه فعشان دايما شكك في الاخرين رقم اثنين بمعنى انه هاي الاشخاص مشغولين دايما بالشكوك الغير مبررة اللي هو حولها او يعني مصداقية الاصدقاء او الشركاء بتوقعوا دايما انهم ايش انه والله اللي حواليا دول الناس او الاصحاب اللي حواليا دول دايما بدهم يوقعوني في الادا بدون اي مبرر وبدون اي اللي هو احد بقوم في اي تصرف معين الا انه دايما بشك انه والله هذا بدي دورني هذا بدي خوني هذا بدي يستغلني وعشانك دايما بشكو او انه دايما ايش شكوه غير مبرر بمعنى أنه ما بيثق في إليش الآخرين عشان زي ما قلنا بسبب الخوف اللي هو من أنهم يستخدموا المعلومات عنه اللي هو تستخدم معلومات عنه ضده عشان هيك ممكن أن تسأل سؤال تافه ممكن مثلا وين كنت مبارحة أو إيش صار معك يجي ما يجاوب الكاشية ليش خوفا من أنه أنت تستغله استغلال كبير وتضر فيه عشان هيك بتلاقيه بصير يجاوب أجوبة خطأ أو بتلاقيه برفض الجواب على هذا السؤال read hidden the meaning بمعنى أنه دائما بيقرأ معاني التحقير أو تهديد الخفية في الملاحظات أو الأحداث الحميدة اللي حواليه دائما بقولك تكرموه مثلا بقولك لا ما كرمنيش هذا لله هذا بدون يأذوني فيه أو يضروني فيه رقم خمسة اللي هو ما بيسامح عدم التسامح مع أي خطأ بيصير اتجاهه ستة اللي هو دائما بيشك أنه حيصير فيه هجوم على شخصيته أو سمعته ودايما بتلاقيه بغضب بسرعة نتيجة أي اللي هو أي أحد بيتحدث معه رقم سبعة شكوك متكررة recurrent suspicious دون مبرر في اللي هو خاصة في موضوع اللي هو خاصة في موضوع اللي هو خاصة في موضوع الزوج أو الشريك الشريك حياتي يعني عشان هيك نحن هذه الشغلة دائما عشان نفهم نحن إشي يعني برانويد برساناتي ديس أوردر انه هذا الشخص الشكاك دائما هذا الشخص بشك في اللي حواليه هم بدوا بيستغلوه Suspective Undead Undejectify Unf bytes Confident In other's Suspective فهذي شخص دائما بتدور حول كلمه suspicious الشكوك تتجاه الاخرين انهم بدهم يستغلوه و بدهم ايش يأذوه طبعا إحنا ناسي الانتربانشين أول شيء نقول إحنا والله forming and effective working علاقة مع برنويد أو سسبيشلس فلانت صعب إنه نكون علاقة معي لأنه دائماً هيشك فينا ثاني شي إنه أنا لازم خلال عملي مع هذا الشخص أخذ كل إشي على محمل الجد لأنهم بكونوا حساسين للحديث معي وحساسين لأي تصرف اتجاههم دائماً بحاول أتجنب اللي هو الدردش المال هل تزوم في طريقة العلاج أو النكات أو المزح معهم لأنه ممكن برضو يتخرب هذه العلاقة ويصير رجع يشكوا فينا مرة أخرى التزم في مواعيدي واحتفظ في الالتزامات اللي هي أنا أو إيش الارتباطات نتفق عليها التزم فيها لأنهم على السريع الشكاكين دائماً هذول الشخصيات بحسوا أنهم لازم يكونوا قائمين على رأس الليبلين تاع الخطة عشانك لازم أشركهم في اللي هو هذه الخطة عشان يكونوا على قدر من المسئولية ويتحملوا معانا هذا العبئ وما يظلهم يشكوا في أي تصرف إحنا نقوم فيه بكرة يقولك أنت بكرة أنت حددت الموعد لا معاته فيه إشي غلط بدي يسير لا خليهوا اللي حدد براحته عشان يلتزم إيش فيه من أهم النقاط لعلاجهم بمعنى أنه يجنب المشاكل ويمتنع عنها إنه يمتنع عن إتخاذ أي إجراء أو أي فكرة إلا إذا راح تأكد من شخص آخر إنه معقولة إيش رايك في اللي يصير دائما يشاور شخص يعني يحدده كم من شخصية يشاورهم إيش رايك وعمل إيك ولا لا عشان يدلق شخصية هو طبعا ما بيقدر يحكم على المواقف بشكل سليم دائما نفهم إنه والله يشاور الآخرين علشان يقتنع زي ما يقولوا ما خاب من شاور هذي مهمة كثيرة في موضوع البرانويد برانويد برسنالتي سكيزويد برسنالتي ديس أوردر التراب الشخصية الفصامية هنا في سكيزويد برسنالتي هؤلاء الأشخاص يعني ممكن تلاقي برده نفس اشي ممكن تنال 4% في الميل أكثر من الفيميل هنا اللي هو بمعنى إنه هؤلاء المرضى هنا أو المحهم للتراب دائما نلاقيهم منعزلين ومنغلقين على أنفسهم بمعنى إنه هذا ضروري جدا عشان يحموا أنفسهم بمعنى إنه هؤلاء الأشخاص ما بيهتموا في نفسهم ما بدوا يقيم أي علاقة مع الأخرين لا يوجد أصحاب بتاتا لأنه أيضا فيها علاقة من الشك أو الخوف من الآخرين فعشان يكا منلاقيهم منعزلين ومنغلقين على نفسهم منعزلين يعني بتلاقي هذا الشخص ما له أصحاب على الفيسبوك مثلا أقول حساب فيسبوك بتلاقي بس 10 أو 15 صديق فقط ما بيآمل في كترة الصداقة وما بيآمل في كترة الأصحاب أو اللي قامت العلاقات مع الآخرين دائما بيعيشوا في حياة اللي هو بحسوا لازم يعيش في حياة تحت اللي هو الحراسة واليقضة المفرطة أحيانا بتلاقي بخش غرفة أول ما يخش غرفته أو داره بيقوم بيفتشها وبيفتشها عشان يأمن نفسه فيها بتلاقي أحيانا بتلفت ورا البواب ورا العفش خوفا من يكون فيها يعني أي خطر أو وشيك على اللي هو حياته دياغنسي كريتيريا فورسكيزويد بيرساندس أوردر لازم يكون عندنا أربعة وكتر من السبعة دولار أيضا أول حاجة اللي هو إيش يعني ما بتمتع في علاقات وثيقة ما في إلو اللي هو كلوز ريليشنشيب دائما بيختار اللي هو الأنشطة الفردية ما بحب العمل الشراكي مع الآخرين ما بحب يقيم أي علاقات اللي هو جنسية أو زواج مع الآخرين ما بحبش كلام هذا أيضا ما بحبش أي يقوم في أي أنشطة كثيرة أيضا غير أنه ما بحبش الشراكة و بحبش يعمل أي أنشطة في حياته ما بحب أصدقاء مقربين سواء اللي هو الأقارب من الدرجة الأولى فقط لكن ما اللي هو أصدقاء أظنه غير مبالي بالمدح يعني تمدحه و ما تمدحه في حياته ما بهموش يعني لأنه أصلا شخصية غير مبالية برودة العاطفة او اللي هو عاطفة سطحية لا يوجد ردود فعل عاطفية اتجاه الاخرين دائما هؤلاء اللي بيكون مميزهم مميزهم و مميزهم هؤلاء اشخاص تلاقي لهم محدودية العلاقات الاجتماعية والاداء المهنية ما عايش مع الاخرين النوع الثالث من الكلاستر ايه سكيزو تايبل برسينادي ديس أوردر هنا نحن نتحدث عن شخص عنده خلل اجتماعي اللي هو خلل اجتماعي و شخصي بتلاقيه متفشي بشكل كبير في عنده انزعاج شديد من اقامة العلاقات مع الاشخاص ايش الاخرين بتلاقي هؤلاء الاشخاص في مشكلة فيه ايش سلوكياتهم بتلاقي سلوكهم غريب و غريب الاطوار لكن يعني هذا السلوك ما يعني ما بيصل لمرحلة الاشخاص اللي هو البيزار بهيبير او اي بهيبير معين يقوم فيه لا اما هنا بتلاقي انه والله لبسه غريب تصرفاته غريبة لكن لا تصل لمرحلة ايش الاشخاص بيزوفريني عشان احنا نوضحها كلينيكال بيكتشارز منلاقي هنا كلينيكال بيكتشارز 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 ما عندهم علاقات وثيقة مع شخصيات مغلقة شخصيات مغلقة على بعضهم بتلاقيه اكثر في الميل على الفيميل بمعنى ان هؤلاء الاشخاص بتلاقيهم بتلاقي زي بقولها في هناك مظاهر او مظهر غريب مظهر غريب اللي هو في حياتهم او في سلوكياتهم بمعنى ان هذا اشخاص بتلاقيهم يعني غير مهذبين وبتلاقي ملابسهم غير مناسبة غير متطابقة دائما بتلاقي واعيهم احيانا متسخة احيانا بتلاقيهم بمشوا ليش بمعنى انه بتجولوا او بمشوا دائما بغير هدف في حياتهم ايضا بتلاقي ان هم ايش بيش قادرين يجاوبوا لك على هذه الاسئلة او اي اسئلة انت بتحددهم اياها ما بيقدر يرد عليك رد واضح حول هذا السؤال مثلا انت واحد سألته والله يعني كيف نومك انت ممكن يقولك والله ان النوم بطيء وحيانا بتلاقي حركة العين عندي سريعة ويعني ما بتلاقي جواب غير متناسق ايضا يعني الملابس غير متناسقة الملابس متناسقة الاجوة بتعته دائما ايش ما الها علاقة احيانا بتكون فيه السؤال اللي انت اسألته بتلاقي عندهم المشاعر ايضا ما بيقدر يعبرلك عن المشاعر الغضب او السعادة اللي هو يعني يشعر فيها او ما بيقدر يفسرلك اياها ايضا هؤلاء الاشخاص بتلاقيهم ايش ما بيثقوا في الناس اللي كانت بي ايش ما بيقدروا يثقوا في ايش الاخرين يعني اعشان نقول دياغنوستيك كريتيري تاعتنا لازم نكون انا خمسة او او اكثر طبعا هنا بيقولنا هي عبارة عن abrasive pattern of social and interpersonal deficit market by acute discomfort with and reduced capacity بمعنى انه هي عبارة عن نمط بيكون يعني بيوصف في اللي هو العجز الاجتماعي والشخصي بيتميز بيقول عدم الراحة وانخفاض اللي هو القدرة على العلاقات اللي هو الانتر بيسان الاشنشيب مع الاخرين وايضا في عنا هناك مشكلة في اللي هو ايش في اللي هو هي by cognitive or perceptual اللي هو المعرفة هو الادراك واللي هو behavior السلوكيات اهم حاجة لازم يكون عنا اللي هو خمسة من التسعة دولة اول حاجة في عنا اللي هي idea of reference بمعنى عنده ايش افكار مرجعية اي ضرف عابر في حياته دايما بيحمل معنى معين اله ورسائل معينة اله ممكن هو ايش يشك فيها انه ليش صار هيك بصير يتساءل ليش صار معا اكتر شيء بحس انه في كل حاجة الها رسالة في حياته اثنين odd beliefs انه عنده معتقدات غريبة بحس انه والله عنده الحاسة السادسة او بحس انه والله انه بقدر يستبصر او يقدر يشوف المستقبل ايش دايما هذه الشغلات طبعا بما يخالف المعتقدات المجتمع اللي هو عايش فيه دايما بتلاقيها عنده معتقدات غريبة ثلاثة اللي هو دايما بشعر في عنده اوهام جسدية body illusion الاربعة عنده التفكير والكلام طبعا غريب يعني ممكن هو بحكي بتلاقيه احيانا يستفيد يعني ويحكي بشكل غامض وطريقته بالتعبير اللي هو غير طبيعية بحكي شغلات غير مفهومة وغير ذات صلة اصلا في ايش فيه الموضوع عشان يكا ممكن لا دايما يكون في عنده مشكلة في ايش فيه اللي هو مساميها odd thinking تفكير غريب خمسة اللي هو الشك والتفكير بجنون عظم احيانا ستة تأثير غير مناسب بتأثر يعني وردت فعله بشكل يعني غير مناسب عن اللي هو موجود ومطلوب منه في هذا الموقف سبع اللي هو السلوك والمظهر طاعه غريب ثمانية قلة الاصدقاء lack of close friends قلة الاصدقاء المقربين يعني ما بتلاقي غير الاقارب اللي هو من الدرجة الاولى اللي مصاحبينه تسعة اللي هو excessive social anxiety القلق الاجتماعي المفرد اللي هو مع الاخرية على ذلك طبعا ممكن يكون من 10% ممكن ينتحره أو ايش ممكن يتحول لسكيزوفرينيا يصابه في المرض السكيزوفرينيا بعدك يمكن من اللي هو ايش 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 ايش